نهارك أبيض زميلتي العزيزة المتقلقة إنجي يحيى مبسوطة النهاردة أن أول يوم في السنة على قناة نادي الزمالك طبعا بقولي كرسون طيبة وكل متابعين وجمهور نادي الزمالك بخير وعام سعيدة علينا كلنا مبسوطة النهاردة طبعا يا إنجي أن أنا معايكي والندي أول يوم طبعا في السنة شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا وعلى كل ما هو زمال كوي عشرين اتنين وعشرين الحقيقة كانت سنة حافلة بالبطولات وكمان بالتحديات عندنا طبعا نجاحات كتيرة جميع الأصعيدة مش على كرة القدم وبس لكن لو تكلمنا عن النجاحات الكتيرة هنتكلم عن البروف اللي احنا قلنا عنه قبل كده إنه عمل دستور علم منه أهل الرياضة في مصر كمان المشرف العام طبعا على الكرة المصرية على كرة نادي الزمالك أمير طبعا الأستاذ أمير مرتضى طبعا اللي طبعا كان تصريحاته وكل أداءه كان داخل الملعب كان طبعا عنده صمت إعلامي كبير لكن كان كله شغله ونجاحه كان دايما داخل الملعب المستطيل الأخضر اللعيبة كلها كانت رجالة مش عايزين كل لعيب في نادي الزمالك ما نفمتش دايما في كل مباراة كلهم رجالة مش عايزين نخص حد بعينه لأن كل اللعيبة سواء كان على الدكة أو جوة المستطيل الأخضر كانوا كلهم رجالة كمان بنهني طبعا قطاع الناشئين اللي دايما كان بيدينا هدايا هدايا من دهب الحقيقة يعني وأنقذ نادي الزمالك في فترات كبيرة طبعا عنده وقف القيد قلنا أن نادي الزمالك استعان بهذا القطاع الزهبي اللي استغلوا طبعا البروف اللي صالحه كمان عايزين نقول أن جمهور نادي الزمالك اللي الحقيقة ينجي في حتة تلتة بقى خلينا نتكلم على الجمهور اللي في كاوكب تاني الوحده اللي بقى مثال يحتزى به ونتكلم بقى أكتر عن طبعا كل النجاحات دي كلها لازم يكون وراها إدارة قوية نكحة برئاسة المشتشار مرتضى منصور مرتضى منصور المشجع مرتضى منصور القاضي مرتضى منصور جابر الخواطر مدير الأزمات الرئيس نادي الزمالك احنا طبعا بنهديله دايما أي فوز على جميع مستوى الععاب داخل النادي دوري لسه طويل في الملعب والحمد لله دخلت علينا تلتة وعشرين واحنا مهيمنين على عرش الدوري لسه مش هنقول إن دايما بنقول بإذن الله إحنا متصدرين طبعا الحمد لله لكن المشوار لسه طويل بكرة طبعا ماتش مهم جدا ماتش أسوان عايزين دايما نكون مستمرين في القمة ودايما يكون عندنا روح داخل الملعب عشان كده هنتكلم فنيا أكتر عن الماتش ده معنا كابتن عادل دسوقي لاعب نادي الزمالك الأسبق هيكلمنا بقى بشكل فني أكتر عن ماتش غدا بإذن الله برحب بك يا كابتن ونهارك أبيض بخطن حمر أهلا نعمل يا صباح الخير عليك وعلى كل الجميعين نادي الزمالك ونت طيبة وإن شاء الله بقول جميعين نادي الزمالك وثانواوا نطيبين إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليك يا رب وإن شاء الله إن العنجازات اللي حقناها قبلا كده بقول السيدة نشارة برطة مونثور كلس صالواوا نادي الزمالك بنتهت فرصة طبعا وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليك وعلى كل مجل إدارة نادي الزمالك وعلى نجوب نادي الزمالك وعلى رموز نادي الزمالك وعلى اللعبين نادي الزمالك وعلى زميل المدربين نادي الزمالك إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب ونستمر دايما في الإنجازات دي طبعاً نتكلم عن مارش أسوان لقبل كيه طبعاً مارش الأسبعيلي سلسية جميلة طبعاً شفنا أداء رائع ورجولي من لعيبة نادي الزمالك كان وحش نقوي الأداء كان وحش نقوي إن إحنا نشوف دايماً إحنا دايماً بنقول للجمهور إن طبعاً كل مباراة مختلفة عن المباراة التانية في مباراة بتبقى الجيمة فولم الأول في مباراة التانية بتبقى مفتوحة زي مباراة الإسماعيلي فالأداء بيبان لكن دايماً بيبقى عندنا هدف هي السلاس نقاط عشان نبقى عندنا طبعاً احتفظنا بالدوري الممتاز شايف ماتش بكرة إزاي قبل ما نشوف ماتش بكرة طبعاً الحمد لله المباراة كانت من أروع مباراة ند الزمالك مع الإسماعيلي وخصوصاً نشوط الأول كان من أروع وأجمل وأرقة كرة قدم حقيقية كانت بتتلاعب في الملعب لأن كان مرضو موجود ند ند جميل ند قوي ند فاكهة كرة في مصر عشان كده ماتش لإسماعيلي وكل إسماعيلي كان من أرقة المتشاطة اللي تلاعبت خصوص نشوط الأول بحيي البدوري الفني بحيي اللاعبين بحيي الأستاذ أمير مرترى منصور بقول لك رسولان طيب رسولان سيد عليك رب على إنجازاتك وإن شاء الله إن شاء الله السنة الجيل برد يكون في إنجازات أكثر لنا ند الزمالك من إذن المباراة لإمباراة أسوان أول حاجة شايفين يعني جميلين ند الزمالك أنتوا نمرة واحد أنتوا اللي بتدعمونا وأنتوا اللي بتقفوا الجميل أنتوا اللي بتدوننا الرغبة والفوز والإصرار والعزيمة منستمدها منكم والعجبين ند الزمالك بيستمدوا منكم القوة دي وتشجيعكم بكرة إن شاء الله وأن أنتوا تحملوا المشاق وتروحوا تقفوا لجماهيركم وتركبوا قطر وتركبوا أوتوبيس قطر طبعاً ده قصة تانية طبعاً من أشكر السلامة المصرية المرأة الرسول أنه بحابوا ليوفر لجميع ند الزمالك سبل اللي انتقلوات بكل طريقة بيعملها فإن شاء الله بكرة سيكون حلفنا لازل نعرف أننا نلعب قدام خصم السهل يعني خصم عامل ثمن صفقات قوية سنادي عنده آه عنده عنده كاموني عنده 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 دغموم يعني وكسبان المصر وكسبان المصر نوع آه معلش بس مصر كتزي صروف تاني يعني كزبه في آخر في الفار في الشوت التاني يعني آه يعني صحي المستوى أسوان رتقى وبيعلى وعنده يعني عامل صفقات أكبر أكبر عندي يعني في عنديها كبيرة في مصر اللي سبعيل يعني عايش طوال صفقات زي أسوان يعني آه فده برضو يوديك بيدي جرس إنذار وبيدي صين إنه هو فريق مستهل عند رفايل في نص الملعب قطرة بشرية أتمنى يعني إن شاء الله بس يكون يكون أتمنى بس الحكام بس أنهم يكون آه فوكس أكتر على الدخلات كورة كورة بنكسر بس برضو أتمنى يعني كل لعب يكون كل لعب ينظيف ما يستعملوش العنف يعني في المواتش بكرا لكن لكن إحنا الحمد لله نادي الزمالك مكتمل نادي الزمالك بيتطور نادي الزمالك الكرف بتاعه عالي وبيعلى وعندنا الحمد لله عندنا يعني تقريبا الفريق مكتمل عندنا دونجا في نص الملعب عندنا عمر السيسي جنبي طبعا عن المواتش اللي فات كان بزياد الشوط الأول زي ما حضرتك ذكرت في الأول إن التشكيل كان مناسب جدا فهل هنشوف ميستر فريلا برضو بنفس التشكيل هل هيكون إحنا طبعا ما نبقاش عارفين دماغ ميستر فريلا تبقى إزاي وطبعا إحنا قلنا كل مرش وليه أداء لكن تصورك إزاي تصوري إن إحنا هنلعب بنفس يعني أنا في رأيي الشخصي ما عرفش أنا شكلنا هنلعب أربعة اتنين ثلاثة نفسي خط دفاع اللي بتاعنا وهيكون في نص في نص الملعب عمر السيسي ودونجا وهيكون قدام معشور عشان يدي يدي له حرية حركة وزيزو ويوسف يوسف أسامة وطبعا ورأس الحربة سيفي الجزيرة أدي دارية أربعة اتنين ثلاثة واحد يعني نقول المدارب إن شاء الله بالاتنين بالاتنين اللعبين النص الملعب الاتكاس دول هيقدر يدي حركة للعبين يهاجموا يخلي المسوسي يخلي يخلي يعني عندنا جواكر كتير إحنا هنا شفنا المطش اللي فات عمر السيسي طبعا من نص قادمون من الخلف وقظيفة كانت في الإسماعيل ما هو وقع أما يكون عندي اتنين لعبين ميدلفيلد ديفندر أقوياء عندهم قدرات دفاعية وقدرات هجومية بتديني أريحية في عملية هجومية عشان أي مرتدي طبعا أي مرتدي نقدر 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 نشيط نقدر نتحكي فيه لبكرة برضو المدرب أيمن الرمادي يعني هيلعب بطريقة هيلعب في الملعب وهيعمل هيلعب هجمات مرتدة هيحاول يقفل مساحاته بين لعبته ودفعينه عشان ما يديش ما يديش فرصة اللعبين هلزا مالك أنهم يعملوا انطلاقات من الجناب وانطلاقات من العمق فطبعا هيلعب بطريقة دفعية ممكن خمسة أربعة واحد يعني أعتقد هوا اللعب بطريقة دي لكن في الأو في الآخر عندنا الحلول عندنا القدرات عندنا الإمكانيات عندنا اللعبين اللي هي تقدر تسيطر عندنا السيطرة عندنا الفكر التكتيك العالي عندنا مرورة تكتيكية إذا نقدر ننتغلب الخصم ونعمل يعني نعمل تكتيك في كل في كل وقت المباراة يعني مش مش وكل سنة طيب ونهارك أبيض بخطين حول أشكرك وأشكر جميعين الزمالك وقالوا كل سنة المطيبين ومستنين دعموك ووقفك ورا الفريق كعهددك وإن شاء الله الفوز لنادي الزمالك هو ديما من رؤيتنا ونحن ناخد قوتنا من كنتم شكرا 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 زملتنا العزيزة طبعا إنجي يحيا وإن شاء الله الزمالك زي منها 22 بالفوز على الإسماعيلي يبدأ سنة غدا إن شاء الله جديدة بفوز على أسوان بإذن الله كل التمنيات والدعوات للفريق الأول لكرة القدم بالفوز بإذن الله وبالتأكيد يا إنجي عودة ليك مرة أخرى